موجات لدعاء الوطنية التونسية تحية متجدة لكل سيدة المستمعين والمستمعات لقاءنا لدعاء المباشر ضمن هذا العدد يتواصل إلى حدود الواحدة بعد الظهر سوعد جدا وأن يكون حاضر معنا في الستوديو سيد عدنان الإمام الخبير في العلاقات الدولية كما سبق وذكرنا في تقديم هذا العدد من البرنامج سيد عدنان مرحبا بيك على موجات لدعاء الوطنية التونسية شكرا على تلبية الدعوة الله يبرك فيك شكرا لكم على توجيه الدعوة وتحية لكافة المستمعين والمشاهدين أيضا والمشاهدين أيضا يعطيك صح نمشي ولي شارة الركن الملف ثم ننطلق في الحوار المشهد الآن الملف وقبل البدء صديقنا سامي العرفاوي أعد ورقة بخصوص التطورات الميدانية في العراض الفلسطينية المحتلة لنمضي بعدها للحديث عما بعد أو مآلات هذه الحرب على غزة نستمع ثم نواصل الحوار لا تزال الحرب التي تشنها القوة الصهيونية على قطاع غزة متواصلة مخلفة ألاف الشهداء والدمار الشامل لكل مرافق الحياة في القطاع حرب استخدمت فيها كل وسائل القتل والتدمير والتجويع وصلت إلى درجة الإبادة كل ذلك وسط ارتباك معنوي وعسكري داخل الجسم الإسرائيلي على أمل تحرير الرهائن المحتجزين في غزة والقضاء على حركة حماس وتقويذ نظام الحكم الذي تديره في غزة في إطار هدف أشمل وهو القضاء على التهديد الذي تشكله حماس على أمن الكيان الصهيوني في فلسطين هذا ما أكده رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اعتبر هذه الحرب بمثابة حرب الاستقلال الثانية لدولة إسرائيل لكن مع اقتراب الحرب من غلق سنة كاملة لم ينجز نيتانياهو ووزير خارجيته ومن لفى لفهما ما تبجحوا به وما وعدوا به فلم تهزم حركة حماس ولم يتم تحرير الرهائن ولم يهجر أهل غزة أراضيهم لتجد دولة الاحتلال نفسها مجبرة على طرح السؤال ماذا بعد هذه الحرب؟ سؤال أصبحت الإجابة عنه أصعب من الحرب في حد ذاتها وأصعب من تدمير غزة والسعي للقضاء على حماس صعوبة الإجابة عنه تتجاوز الكيان الصهيوني لتصل إلى الجسم الفلسطيني الفلسطيني والعربي والإقليمي والدولي فتباينت الإجابة عنه داخل الحكومة الإسرائيلية وداخل مجلس الحرب أيضا كذلك اختلفت حوله سيناريوهات داخل كواليس المفاوضات والوساطات العربية والأمريكية والغربية لأن المسألة أصبحت مسألة شعب ووجود وتاريخ وجغرافيا وأيضا مسألة سقوط حكومات وزعامات وقوى سياسية وتحولات جيوسياسية في المنطقة إلا أنه رغم تعدد الاحتمالات ومهما طالت الحرب الصهيونية على غزة ومهما دمرت وهجرت وقتلت فإن مستقبل غزة والقضية الفلسطينية والمنطقة ككل لن يكون كما كان عليه قبل طفان الأقصى وبعد هذه الحرب المشهد الآن الملف وسؤال الرئيس ماذا بعد هذه الحرب بعد ما يربو عن السنة سيد عدنان ماذا بعد هذه الحرب التي تدور بين جيش النظامي وحركات التحرر وأنت تعرف أنه مثل هذه الحروب التي تدار بين الجيوش النظامية وبين حركات التحرر عادة ما تكون حروب استنزاف لمدة طويلة لا يمكن أن تضبط بوقت معين ماذا بعد ما يربو عن العام من الحرب على غزة أهم موضوع يعني الاستقراء المشهد يجب أن تكون لدينا مفاتيح ذلك الاستقراء ومفتاح الرئيسي لاستقراء المشهد هو معناها أن نفاذ إلى فهم استراتيجية العدو الصهيوني والأهداف الحقيقية التي يريد أن يحققها هي بطبيعة الحال حرب تسمى لا متناظرة أو حرب معناها بطبيعة الحال يعني ثم جيش نظامي ضد حركة مقاومة وأسليب قتال معناها مرينة كيفما نقوله وآليات قتال مرينة تواجه يعني جيش عرمرم معناها ثقيل الحركة بكامل عدته وعتاده وما إلى ذلك وهذه مقالاته يعني يمكن كيفما نقوله استشرافها وهو أنه الجيش النظامي من الصعب أو من المستحيل أن يهزم حركات مقاومة يعني تستند على حاظنة شعبية والتاريخ أعطانا برشة دروس في السياق هذا ولكن هنا الأمر يعني موجود لمعطي هذا ولكن لازم نكملوه بمعطيات أخرى وهو محاولة استقراء الأهداف الحقيقية للكيان الصهيوني لأن الكيان الصهيوني له أهداف معلنة القضاء على حركة حماس وكذا واسترجاع الرهاء أن هذه الأهداف المعلنة ولكن هذه الأهداف المعلنة يبدو بكل وضوح أنها تخفي أهداف حقيقية والأهداف الحقيقية هذه تندرج في نطاق استراتيجية صهيونية ثابتة ومدعومة من طرف طيار كبير في المجتمع الصهيوني وبطبيعة الحال متبنات من قبل الأحزاب الرئيسية أو المكونات الرئيسية التي تقود اليوم الحكومة الصهيونية الأهداف الحقيقية هذه أجزم بأنها لها ارتباط بإبادة ما يمكن إبادته من الشعب الفلسطيني وتهجير البقية وفي جميع الحالات جعل الحياة في قطاع غزة وحتى في الظفة الغربية في طور لاحق مستحيلة الحياة البشرية جعلها مستحيلة وذلك بتدمير البنية التحتية وتدمير المرافق الصحية وتدمير شبكات صرف الصحي وتدمير شبكات المياه وتدمير الشبكات الكهربائية وما إلى ذلك بصفة اللي كونه الحياة بعد نهاية الحرب كيف ما نقوله تصبح مستحيلة وتدفع السكان دفعا للهجرة ولي معناها إخلاء المكان ومعناها نفس التصور ربما قد يطبقوا في الظفة الغربية كذلك لأنه علاش هذا يقوله خطر الحكومة الصهيونية معناها الحالية متكونة من شنوة ثم ثلاثة مكونات رئيسية اللي هما حزب اللي كوت اللي هو وريث حزب الهيروت معناها القصد حزب اللي كوت لديولوجيا متاعه شنوة لديولوجيا كل حزب قايم على إيديولوجيا وبرنامج سياسي الإيديولوجيا والبرنامج السياسي متاع اللي كوت شنوة هو الصهيونية التصحيحية يعني البرنامج يعني الإيديولوجيا اللي تأسس على أساسها حزب اللي كوت هو الصهيونية التصحيحية اللي هي إيديولوجيا يعني وضع دعامها وتطورها الصهيوني المعروف معناها فلاديمير جابوتنسكي في يعني في العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي واللي ورثها يعني الطيار الإديولوجي هذا بعد جابوتنسكي اللي توفى في سنة 1940 ورثه شكون تره نطلع بو نتنياهو بو نتنياهو هو وريث الطيار هذا اللي هو من الطيارات الرئيسية اللي في وسط الصهيونية اليهودية احنا بشنواصل سيد عدنان الحديث بخصوص تأثير مكونات الحكومة الإسرائيلية على مآلات الحرب في الأراضي الفلسطينية والمحتلة بعد قليل نتوقف الآن مستمعين الكرام ليرفع لحضاراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا 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 الله إلا véritί نصف النهار 27 دقيقة على موجهة لضع الوطنية التونسية تحية متجدة لكل سيدة المسامعين والمسامعات ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم في الوستوديو الأستاذ عدنان الإمام الخبير في العلاقات الدولية اللي يحظر معنا في فقرة الملف المشهد الآن الملف أستاذ عدنان مجددا مرحبا بك كيف نعود نرجع للحديث عن مكونات الحكومة الإسرائيلية ومدى تأثيرها في سياق حديثنا على الأهداف الحقيقية لهذا الكيان الغصب بالضبط بحيث قلنا المكون الأول هو الليكود اللي يحمل إيديولوجية الصهونية التصحيحية وهي إيديولوجيا متطرفة كانت تعتبر أن فلسطين من النهر إلى البحر هي ملك خالص لليهود وكذلك الأردن ولكن في وقت من الوقاته قاعد تخلي على فكرة ظم الأردن لأرض إسرائيل والاكتفاء بأن فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر ملك خالص لليهود هذا البرنامج متاعهم البرنامج اللي قايم عليه الحزب هذا وهو حزب قومي متطرف حزب في المشهد السياسي يجي في اليمين المتطرف المكون الثاني للحكومة الإسرائيلية هو الصهيونية الدينية والتي هي معناها ترتكز على معتقدات توراتية وهذه حقيقة ملموسة ربما معتقدات توراتية تسعى إلى تكريسها على أرض الواقع تسعى إلى قيم دولة إسرائيل التوراتية على حدود الفرات على حدود معناها يعني الشي المعلن على حدود ما يسمى بإرادز إسرائيل أرض إسرائيل الأرض الموعودة التي وعد بها الرب أبناء يعقوب حسب ما يدعون وهو بطبيعة الحال إدعاء زائف وباطل حتى من الناحية الدينية كيف ما نقوله ونرجع للمكونات الحكومة الإسرائيلية المكون الثاني هو هذايا والمكون الثاني هذا مهووس له هاجس القضاء على الفلسطينيين على كل الفلسطينيين أو تهجيرهم ويتهمون بين جوريون اللي هو مؤسس هذا الكيان الغاصب يتهمونه بأنه لم يقم بشغله كما يلزم بما أنه لم يقضي على كل الفلسطينيين أو يهجرهم وهم معناها ينبرون لهذا الأمر والبرنامج متاعهم قائم يعني من ضمن العناصر الرئيسي يمتعوا القضاء على الفلسطينيين بأي صورة كانت لدرجة اللي وزير التراث معناها متاع الحكومة هذية اللي هو من الصهيونية الدينية اقترح ضرب قطاع غزة بقمبلة ذرية في وقت من الأوقات بحيث من جهة أخرى مثلا سموتريتش اللي هو وزير المالية اللي هي وزارة رئيسية معناها وكذلك له صيفة في وزارة الدفاع يعني الإدارة المدنية لوزارة الدفاع هو الذي له اليد العليا في الضفة الغربية يعني السياسات المتبقة من طرف الكيان الصهيوني في الضفة الغربية يضعها وينفذها سموتريتش اللي هو آية من آيات الله في التطرف وفي ربما شبه الجنون معناها هذا المكون الثاني في الحكومة الصهيونية والمكون الثالث مكون من المكونات ومبرشة مكونات المكون الثالث معناها المش الصهيونية الدينية ولكن الطيار اليهودي المتدين اللي يمثل حزب شاس هذها واللي هو كذلك متطرف بحيث الحكومة المتطرفة هذه مما لا شك فيه كونها تسعى إلى توظيف ما وقع يعني بمناسبة عملية طفان الأقصى ما وقع في 7 أكتوبر 2023 لتسريع تحقيق البرنامج متاعها القائم على التهجير الفلسطينيين نحو مصر أو نحو الأردن أو القضاء على أكبر قدر ممكن منهم معناها ونراو اللي هي ثم عملية إبادة ممنهجة وفي جميع الحالات جعل قطاع غزة والأماكن اللي يعيشوا فيها الفلسطينيين في الضفة الغربية جعل العيش فيها العيش العادي فيها مستحيل بضرب وقصف البنية التحتية واستهداف كل ما من شأنه أن يرتبط بوسائل العيش العادية هدايا يعني في حقيقة الأمر هذه هي الأهداف الحقيقية بالضبط وبربي ثم تعريش صغيره بسرعة خطر حاجة مهمة هو البنتاجون في سنة 88 أو 87 بداية الصهيونية الدينية هذه تتكون وتتشكل حول تيار اسمه الجوش إيمونيم معناها كتلة الإيمان أو مسمينه هكا فمعناها تلب دراسة علمية معمقة تستشرف الفرضية لو اللي كود في يوم من الأيام يتحالف مع الصهيونية الدينية ويشكل حكومة في الكيان الصهيوني ماذا سيكون الأمر هذا في نهاية الثبانينات بالقرن الماضي الدراسة شكالت؟ دراسة بتاع أكاديميين يعني متمرسين قالت أكثر فرضية تفاؤل هي حرب تدوم ثلاثين سنة وأسوأ الفرضيات هي حرب عالمية ثالثة احنا هذية كيف ما نقوله دراسة استشرفية عملت في الثمانينات بطلب من البنتاجون حول ما يمكن أن يترتب عن حكومة فيها اللي كود وفيها الصهيونية الدينية وهذا يواقع اليوم ماهوش استشرف أو توقع هذا يواقع اليوم أنا حبيت نسأل أنت ذكرت ثلاثة مكونات رئيسية داخل هذه الحكومة نحكي على ثقل كل مكون يعني داخل الحكومة الإسرائيلية أيهما أكثر ثقل وبطبع حال لما نحكي على ثقل نحكي على تأثير وعلى اتخاذ القرار فيما يتعلم بطبيعة الحال هو اللي كود عنده أكثر عدد من المقاعد في الكنسة ولكن النظام السياسي الصهيوني يعني الانتخابات تصير فيه بالاقتراع بالتمثيل النسبي والتمثيل النسبي هذيا جربناه في تونس ما ينجمش يعطيك حكومة تستند على أغلبية مطلقة برلمانية مستقرة يعطيك حكومة مفتتة يعطيك حكومة ائتلافية يعني حكومة تضم عدة أحزاب وقد يكونوا ساعة ساعة يعني مشاربهم الفكرية والسياسية مختلفة وهذا هو الحال اليوم بالنسبة للكيان الصهيوني وفي نتاق الحكومات الائتلافية ما هيش بسهل تشكول عنده أكثر مقاعد ينجم مثلا نعطيه الحالة الماثلة الحالة المؤسستية الماثلة اليوم في الكيان الصهيوني الحكومة الحالية اللي يقودها نتنياهو مرتكزة على أغلبية باربع وستين مقاعد على مية وعشرين الصهيونية الدينية على سبيل المثال لها أربعتاش مقاعد لو فرضنا كونها تنسحب من الائتلاف ذا أربعتاش مقاعد يولي الحكومة ترتكز على خمسين مقاعد معاش عندها أغلبية بحيث تسقط بحيث يعني حتى لو كان جاء عندها سبعة مقاعد بركة نقوله الصهيونية الدينية هذية قادرة باش تسقط الحكومة إذا تنسحب من الائتلاف يعني ما لازمش يعني ماناش في منطق متاع اقتراع بالأغلبية المطلقة اللي ثم حزب عنده أغلبية برلمانية يحكم بها ولكن يتحالف مع بعض أحزاب لأهداف استراتيجية أو تاكتيكية نحن لهنا في نموذج متاع نظام يرتكز على التمثيل النسبي وبموجب ذلك حزب صغير له بعض المقاعد يلعب دور ربما كيف منقوله يساوي دور حزب كبير له أكبر قدر من المقاعد حيث لذلك الحكومة نتنياهو هي نوعا ما مرتهنة رهنة لدى الصهيونية الدينية اللي نهارة اللي تقرر باشتنسحب من الائتلاف الحكومة تسقط وبالتالي اللي أنا أحاول أن أقرأ ما وراء الكلام يعني طالما أنه الأمر كما هو عليه كما سبق وذكرت فإنه وقف الحرب في الوقت الراهن غير مطروح بالنسبة لهذه الحكومة أنا سؤالي هو التالي أمام الضغط المسلط على الحكومة من قبل الشارع الإسرائيلي اليوم في علاقة بالأسرة الإسرائيليين وأيضا صعود السنوار وعلى رأس حركة حماس هل ترى أنه أمد الحرب سيطول في الفترة في المدى المنظور القريب على الأقل المرجح نحن طبعا لا نقرأ الغيب ولا نعلم الغيب لكن نحاول استشراف ما هو وفي هذا السياق يمكن القول أن فرضية استمرار الحرب وربما حتى توسع نتاق الحرب هي فرضية منطقيا مرجحة مرجحة لكي تكون مرجحة هذه الفرضية المرجحة هذه الحكومة من الصعب جدا تصور أنها ستأخذ قرار في وقف الحرب على خطر من ناحية أخرى زاد وقف الحرب يعني نهاية نتنياهو سياسيا وبداية معناها مراحل وإجراءات مقاذاته في قضايا عديدة وثقيلة جدا على المستوى القانون بحيث حتى يعني موثمة اعتبارات ذاتية تدخل في بعض الأحيان ومن الاعتبارات الذاتية التي تدفع نتنياهو إلى مواصلة الحرب فضلا عن الأهداف الاستراتيجية التي تحدثنا عليها هو كونه ما أن يخرج من الحكومة ما أن يعلن يعني انتهاء الحرب حتى تقع الإطاحة به من الحكومة وحتى يزج في ملاحقات قضائية لها أول وليس لها آخر خطر عنده عدة قضايا هو يعني متهم فيها بحيث معناها الفرضية المرجحة أكثر هو كونه تستمر الحرب ولكن الكيان الصهيوني والحكومة الصهيونية لعدم إعطاء الانتباع كونها ترفض السلم وترفض الحرب وترفض استرجاع الرهين متاعها بطبيعة الحال ستواصل التفاوض والمفاوضات وكل ما مثلا نقترب من حل معناها بالوسطات الموجودة وما إلى ذلك تطلع الحكومة الصهيونية بشرط جديد تعجيزي يحبط معناها المفاوضات هذه ونرجع لنقطة السفر وهذا هو اللي يواقع فعليا هذا هو اللي يواقع كل ما حماس أعلنت كونها قابلة خطة بايدن مثلا ما أوضح منها وفي أيام بعد هذا التصريح الأمور يعني ضاع المطلوب في المطالب ودخلة شروط جديدة واعتبارات جديدة وما إلى ذلك بحيث وذلك في الطرف المقابل يعني خليني نمشي للشطرة الثاني من السؤال الطرف المقابل حركة حماس هو طرف رئيس في هذه الحرب يعني حماس السنوار كيف ترى مستقبل حماس مع يحيى السنوار كيف كيف ترى هو في حقيقة الأمر يعني بالنظر إلى البرنامج الحقيقي للحكومة الصهيونية معناها وبالنظر إلى ما سنته معناها من لازم ننسيه حاجات مفصلية معناها الكنسة في سنة 2018 سن قانون قانون نافذ المفعول اليوم في الكيان الصهيوني اللي يعتبر كل فلسطين معناها ملك خالص لليهود ويبوق يعني يقسم المجتمع يعني اللي عايش في فلسطين المحتلة يقسم حسب معتقداته الفئة الأولى يعني كيف ما نقوله الجنس المتفوق في القانون رواذا مش معناها تصريحات ناس متطرفة ولا ناس شبه مجانين في القانون الذي وقع اعتباده في 2018 بأغلبية بس معناها مطلقة في الكنسة وهو نافذ المفعول اليوم الصنف الأول الممتاز متاع المجتمع اللي عايش في فلسطين المحتلة هو اليهود يعني يعرف المواطنين بهويتهم الدينية وبانتماءهم الديني وهذا اللي عنده جميع الحقوق وهذا اللي يعني هو اللي عنده ملكية الملكية الخالصة لأرض ما يسميه هما بأرض رجز إسرائيل وثم مواطنين من درجة ثانية اللي هما غير اليهود بمن فيهم المسيحيين بمن فيهم الدرز وبمن فيهم المسلمين ذوما درجة ثانية والقانون هذا ينص سراحة على أنه بسط معناها المستوطنات على كامل الظفة الغربية هو واجب مقدس واجب وطني مقدس إش مزلنا نحكيه بحيث نرجع وعد عليه جبدنا على الموضوع هذا حركة المقاومة حماس ولا غيرها أي حركة متاع مقاومة والحالة تلك والبرنامج معلن صلبة قوانين اللي هي قوانين تميين ميز عنصري واللي المجتمع الدولي كان جات بلاد أخرى عملت الربع متاع هذا رو قامت القيامة قانون يعني بواح ميز عنصري بواح وصريح معناها حركة مقاومة تتوقع منها تعرف اللي ثم ياء السلام الذي يرادف استسلام والذي يرادف عبارة على بيع مصير الشعب الفلسطيني اللي لا ينتظره إلا القتل أو التهجير أو الاسترقاق ولا الاستعباد كمواطن متع درجة ثالثة ولا رابعة ولا ما إلى ذلك هو سموت ريتش قرح قال هذو ما هل ما هم شهود معاش لازم يكون عندهم الحق مش صوته في الانتخابات قال مش حاشم منه هو أمنحنا ربما ما نسمعوش بحيث كل حركة مقاومة مسؤولة ما عندها قدامها كان تريق واحد راو من غير ما عندها تريق واحد اللي هو المقاومة ليس إلا فقط يعني أي قائد معناها مسؤول على قضية اللي معطيتها كما قلنا كان جات قضية أخرى ما نحكيه بمنطق آخر معناها بطبيعة الحال اللي معطيتها كيف ما كنا نحكيه واللي معناها مسهلت حياة أو موت معناها كيف ما نقوله القضاء على الشعب الفلسطيني أو تهجيره بالنسبة للمنطق متاع الكيان الصهيوني والحكومة الصهيونية مسهلت وقت بحيث ملخص من الآخر من الآخر حماس بالسنوار ولا بغير السنوار ما عندها كان نهج واحد قدامها اللي هو المقاومة اللي هو المقاومة كيف ما هذا وهذا يتماهى مع ما ورد في كتاب الله بعد وعب الله بالاشترا جيب كتب عليكم القتال وهو كره لكم مش أنتم ما تحبوا القتال بس سيف عليكم معاكم حتى خيار وانتي تحكي على الوقت وحتى الوقت شوف وصلنا متصف نار وخمسة وربعين دقيق يعني عامل الوقت أكيد عنده تأثير إطالة أمد الحروب في استقراء للتاريخ ما بين الجيوش النظامية وحركات التحرر وحركات المقاومة تصب في مصلحة من يعني لما يطول أمد الحرب بين جيش نظامي مهيكل وبين حركات تحرر وحركات مقاومة كل ما طال المدة يصب في مصلحة شكول هو أخصر فيما هو لازم نستقراء والمشهد قبل ما نستنجو الاستنتاجات هو في حقيقة الأمر الحرب في الوقت الحاضر ما هيش بين حماس والجيش الصهيوني فقط هي حرب بين محور المقاومة ككل طبع وبين الغرب الصهيو أمريكي ككل صحيح الولايات المتحدة موجودة عسكريا في الميدان وهي التي تمد الكيان الصهيوني بالسلاح وخاصة بالذخيرة الدول الغربية الرئيسية على هذا كذلك هي موجودة ميدانيا لحماية الكيان الصهيوني ولإمداده بكل ما يستحق لمواصلة الحرب ولا يجب أن نغتر بالتصريحات الدبلوماسية التي لا تكشف عن السياسة الحقيقية التي تنتهجها هذه الدول والتي مفادها المساندة المطلقة واللا مشروطة واللا محدودة للكيان الصهيوني ميدانيا وعسكريا ومخابراتيا وسياسيا وعلى جميع وخاصة اقتصاديا لأن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يجابه بمفرده التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب ولاستمرارها لأمد طويل لذلك معناها الحرب الحقيقية هي بين الكتلتين هذومة محور المقاومة يعني الحماس منين نجيب في السلاح ومنين نجيب في التكتيكات الحربية وفي التدريب وما إلى ذلك ومسنودة من طرف منكي جد الجد وثم حرب واقعة في الميدان كون نلقاه في الميدان نلقاه هالها الكتلتين هذومة زوز ومكونات بحور المقاومة إيران حزب الله معناها سوريا مما لا شك فيه كونها تلعب في دور يعني غير معلن ربما اليمن معناها أنصار الله في اليمن وما إلى ذلك بحيث الحرب هذية ما هيش بين الزوز مكونات هذومة برك حرب بين كتلتين وبطبيعة الحال الكتلتين هذومة عندهم استراتيجياتهم وعندهم إلياتهم وعندهم أهدافهم وعندهم خطوطهم الحمراء كذلك بحيث والله أعلم معناها المرجح كونها الحرب هذه ستستمر والكيان الصهيوني ليست له أي إشكال في استمرارها على خاطر نجم يعمل كيف يقوله على الإمداد المتواصل من طرف الغرب الصهيو أمريكي معناها والحماس معناها ممكن أن تواصل المقاومة متاعها ولن تكون وحدها ثم محور مقاومة يساندها بصفة مباشرة وغير مباشرة جميل وبصفة علنية وسريعة ولكن الحاجة لتخوف برشا موش تخوف هي نحن في حرب الحرب اللي مكانة للخوف في حرب الحال السيناريو اللي بش يزيد يعكر الأمور كثيرا هو سيناريو انتخاب ترامب على رأس الولايات المتحدة الأمريكية بعد شوية نأجده بعد شوية حكينا على إطالة أمد الحرب و لصالح منه وتلقينا الإجابة في معرض حديثك في البداية ذكرت أنه سيناريوات المطروحة الممكنة هي توسع رقعة هذه الحرب خلينا في هذا الباب نتحدث لو توسعت جغرافيا رقعة الحرب تعرفوا أنه على أكثر من جبهة دار الحرب اليوم على الجبهة اللبنانية والجبهة الفلسطينية إذا ما توسعت رقعة الحرب جغرافيا فلمن تصب مصلحة توسع هذه الحرب نتحدث عن حرب إقليمية ممكنة هو بطبيعة الحال ما وزين القواء على وجه التفصيل غير معروفة ولكن معناها الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الحالية ليست لها ربما مصلحة في التوزع في التوسع الجغرافي للحرب ما عندهاش مصلحة ولكن إذا تبدل الحكم في الولايات المتحدة تولي ما يحرك السياسات الأمريكية في المنطقة يعني المحددات متاعها ستتغير لأن الجمهوريين هما يعني بالتعريف هما ناس مواليين للصهيونية المسيحية والصهيونية المسيحية هذه متطرفة أكثر من الصهيونية اليهودية وتسعى إلى مد الكيان الصهيوني وبسط نفوظه على الظفة الغربية وقطاع غزة وترامب صرح كونه سيساند ظم الظفة الغربية وغزة للكيان الصهيوني صرح بذلك لا أظن لأنه قال ذلك بالنسبة للقدس ونفذه بعدما اعتلى سدة الحكم ومعناها وكان ذلك ضد كل ثوابة الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة ولم يكترث بذلك واعترف بالقدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني وإن وقع انتخابه على رأس الولايات المتحدة الأمريكية وتسلم مقاليد الحكم سيبارك ضم الكيان الصهيوني للظفة الغربية وغزة بدون أدنى شك وربما سنشهد مشهد آخر قد يكون مريع في المنطقة لأن الحزب الجمهوري بصفة عامة وترامب بصفة خاصة يدينون بالصهيونية المسيحية ولا يمكن لرئيس أمريكي يعني لمرشح جمهوري للانتخابات الرئاسية أو للانتخابات التشريعية أن يكون كذلك دون أن يكون صهيوني مسيحي أو دون أن يقدم فروض الطاعة والولاة للصهيونية المسيحية المتغلغلة بعمق في الحزب الجمهوري جورج دابليو بوش مثلا كان صهيوني مسيحي للرئاسية الجمهوريين معظمهم كانوا صهينا مسيحيين وتحركهم هذه العقيدة هذه التي تقتضي غير ما نقعد نفسره خطر المجال غير كافي تقتضي المساندة المطلقة للكيان الصهيوني ومعناها إعانته بجميع الوسائل لكي يمد سلطه ونفوضه على كل فلسطين من النهر إلى البحر وهما في معتقداتهم يعتبروا ذلك مقدمة لكيف ما نعرف معناها المرتكزات الصهيونية المسيحية يعتبر شرط لإعادة ظهور المسيح معناها على سيدنا صلى الله عليه وسلم وعليه السلام في محور المقاومة بشتحدث على إيران الجميع انتظر رد إيراني على عملية اغتيال إسماعيل هنية هذا الرد لم يأتي نظير التصريحات الإيرانية يعني كانت تصريحات شديدة اللهجة وانتظر الجميع ردا إيرانيا وكانت يعني حالة طوارئ في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة والرد لم يأتي فهل يمكن التعويل على إيران كمكون رئيسي لمحور المقاومة في تحديد مصير ومآلات هذه الحرب الحاجة لولة يعني النقطة لولة الأسلحة ونضم الأسلحة المستعملة من ترف محور المقاومة سوى كان حزب الله أو أنصار الله في اليمن أو حتى حماس منين جايين جايين مباشرة من المخابر ومراكز البحوث الإيرانية وهذا شيء معروف ومعلوم ويعلمه الجميع معناه وتكتيكات الحربية والتدريب وكيف ما نقوله تكتيكات الحروب الغير متناظرة وما إلى ذلك معناه ثم دور مباشر ولولا الدور الإيراني لم تهت المقاومة منك العام هذا معلوم ولكن في سياق أنا سأخاطر سأخاطر بشكل سأخاطر وأؤكد أنه سيكون هناك رد إيراني كبير وساحق من جنس الفعل من جنس معناها سيكون هناك رد إيراني من الإقليم الإيراني يستهدف مباشرة الأرض التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني وستكون ضربة موجعة وهذا أجزم به ولماذا تأخر تأخر لإعتبارات سنعلمها بعد توجيه الضربة طبعا حسب رأيك خبير حسب رأي بطبيعة الحال لأن يعني النظام في إيران يريد أن يوجه ضربة حقيقة موجعة لتثبيت قواعد اشتباك جديدة لأن الحرب هذه جاءت برشا معطيات جديدة ثم قواعد اشتباك كانت موجودة وخرقها الكيان الصهيوني ولا يمكن لإيران أن لا ترد في موضوع كهذا وسيكون رد كبير وموجع شكرا جزيلا الأستاذ عدنان الإمام الخبير في العلاقات الدولية على كل ما تفضلت به مشكور جدا مرة أخرى على أناقة الحضور بعد قليل ياسين فغالي في تأمين نشرة الأخبار نحن هكذا نوصل إلى ختمة هذا العدد من برنامج المشهد الآن شكرا على طيب المتابعة والاهتمام ربي باقي الستر على تونس إلى اللقاء